في عام 2021 جامعة إلينويز أثبتت أن خلايا الدماغ تنشط بعد الموت وتنمو وتصبح أكثر حجما إذن ما تم إخبارنا حول الموت يجب أن نعيد براءته من جديد الموت ليس هو النهاية أيها الأحبة الموت هو بداية لحياة أخرى لحياة من نوع آخر هذه الدراسات العلمية تؤكد ذلك لذلك الباحثون يقولون عندما نموت تظهر موجات دماغنا بنفس الطريقة التي تظهر بها أثناء الأحلام أو استدعاء الذكريات أو التأمل وبالتالي هذه الحقيقة العلمية تجعلنا نعتقد أن الإنسان لحظة الموت وما بعد الموت يبقى في حالة وعي ويبقى في حالة السمع حتى إنهم يقولون إن مركز الإبصار أيضا ينشط بشدة وكأنه يرى أشياء نحن لا نراها لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حين إذن تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون سبحان الله فنحن لا نرى أي شيء فمن نعمة الله علينا أنه سخر علماء وباحثين ليكشفوا لنا مثل هذه الحقائق ويتم رصدها بالأجهزة وبلغة الأرقام وبلغة الصور التي نراها اليوم الصور الرنيل المغناطيسي الوظيفي نراها بأعيننا هذه رسالة لكل مشكك يعتقد أن الحياة تنتهي بمجرد أن يموت الإنسان إذن بعض العلماء اليوم أنا قرأت لعلماء في هذا المجال يقولون ينبغي إعادة تعريف الموت أنه انتقال من حياة إلى حياة أخرى أو من حالة إلى حالة وليس هو النهاية طبعا هنا أيها الأحبة سبحان الله هناك دراسة تقول إن عيون الميت تبقى في حالة عمل بعد الموت بل إن الميت يشعر بمن حوله والله أيها الأحبة إنسان عندما يتذكر أو يتخيل نفسه لحظة الموت الجلد يقشعر أنك وأنت ميت تخيل معي للحظة فقط لأننا كلنا سنمر بهذه المرحلة تخيل نفسك وأنت ميت تستطيع أن تسمع بكاء الأطفال وأن تسمع ما يقوله الناس من حولك وتسمع هذا الحزن فلذلك المؤمن يحرص أن يكون فرحا لحظة الموت الذي عاش حياته من أجل الله وفي سبيل الله هذا يكون فرحا كما قال تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله هذا الأمر القرآن هنا يتحدث عن مرحلة ما بعد الموت حيث نحن نحسب هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله نحسبهم أمواتا الله يقول لا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله إذن نحن المساكين هؤلاء الذين أفنوا حياتهم في سبيل الله أو قتلوا مظلومين لذنب لهم كما يحدث اليوم بكثرة مثل هؤلاء هم كما وصفهم الله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بمجرد أن يموت المؤمن أخي الحبيب أعلم أن الخوف ينتهي والحزن ينتهي الخوف من المستقبل ينتهي والحزن على ما مضى ينتهي فيكون يدخل الإنسان في مرحلة أو في حالة من الفرح والسرور بعد الموت هذا هو حال الميت المؤمن بينما الظالم والكافر انظر معي أخي الحبيب إلى هذه الآية ولو ترى يعني القرآن هنا يأمرنا أن نتخيل نأمرنا أن ننظر يقول ولو ترى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم لو قدر لك أن ترى ما الذي يحدث للميت لحظة الموت لرأيت هذا المشهد ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة الملائكة هنا الفاعل والذين كفروا المفعول به وإذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ما الذي يحدث مع الكافر يضربون وجوههم وأدبارهم يعني ضرب من الأمام ومن الخلف وذوقوا عذاب الحريق طيب الله عليكم هل تستحق هذه الدنيا أن يصل أحدنا لهذا المصير ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة هنا لا يتحدث عن مرحلة بعد الموت رسالة بالنسبة لمن ينكر عذاب القبر الذين يقولون لا يوجد عذاب بعد الموت أنا أقول العذاب يبدأ قبل الموت وأنت لازلت على قيد الحياة وأنت تحتضر أثناء عملية خروج الروح قبل الموت لأن الآية واضحة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يعني عملية التوفي هي عملية طويلة جدا بالنسبة للميت نحن ربما نراها لحظات ولا نرى شيئا أصلا يعني ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة الملائكة يتوفون هذا الكافر ماذا يفعلون يضربون وجوههم ضرب الوجه ليس عذاب إلى من ينكر عذاب القبر القرآن واضح هنا أيها الأحبة أكرر ولو ترى إذ يتوفى يتوفى الفعل مضارع هو لم يموت بعد هو في حالة ما بين الحياة والموت إذ يتوفى لحظة الوفاة يعني بمجرد أن جاء ملك الموت يقول لك أخرج نفسك لا تستطيع فتطلب من الله أن يؤخرك يقول لك كلا إنها كلمة هو قائلها ملائكة العذاب هذه التي تأتي للكافر تجعله ينظر إلى مقعده من النار تقول له انظر هذا مقعدك من النار فيزداد ألما وحزنا وعذابا كل هذا عذاب ثم يضربون وجوههم وأذبارهم يعني لحظة الموت هي لحظة فيها ألم وعذاب وذل في الآية السابقة ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون عذاب الذل فإذن الكافر الذي كان يرفع جبهته هكذا وكان يستكبر على عباد الله وكان يمارس كل ما حرمه الله مثل هذا الإنسان لحظة الموت سوف تأتي الملائكة بأبشع صورة تقول له انظر إلى مقعدك من النار ثم تضربه على وجهه وظهره من الخلف يعني يضربون وجوههم وأذبارهم وذوقوا عذاب الحريق عذاب نار تحرق بعد كل هذه الآيات يأتي شخص وهو متكئ هكذا ويقول لك لا يوجد عذاب قبر طيب ما الفائدة حتى لو لم يكن هناك عذاب قبر يعني ماذا استفدت أنت هل ستنجو من عذاب النار يعني أنت تطمئن هؤلاء الذين وعدهم الله بالعذاب تطمئنهم أنه لا يوجد عذاب قبر يعني يوم القيامة سينجو من عذاب النار لا ولكن لحظة الموت هنا وما بعد الموت هي مقدمة للآخرة للعذاب الأكبر ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أصحاب الجنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته